أصيب ثلاثة أطفال بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية على منازل المواطنين شمال غرب محافظة الظالع وقالت مصادر محليان الميليشيات الحوثية أطلقت مقذوفا متفجرا تجاه بلدة المشاريح شمال غرب منطقة حجر في مديرية الظالع أضاف المصدر أن الحادثات تسببت بإصابة الأطفال بإصابات بالغة هذا وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين في بلدات شمال غرب منطقة حجر وشرق الفاخر في محاولات للثأر لخسائرها البشرية الكبيرة في جبهات القتال